أعود إلى أحمد أحمد هذا معطى مهم أيضا ما تحدثت عنه جويس وهذا البيان من قبل حزب الله الذي تحدث عن سرب من المسيرات الانقضاضية استهدفت شركة يوديفات للصناعات العسكرية جنوب شرق عكا وكان أيضا البيانات التي تحدثت من قبل الجانب الإسرائيلي تحدث عن رصد طائرة مسيرة واحدة بالفعل وهذه الفجوة مهمة حديث حزب الله عن السرب من الطائرات المسيرة بينما الجيش الإسرائيلي يتحدث عن مسيرة واحدة هل هذا يعني أنه منذ البداية لم يرصد الجيش الإسرائيلي جميع الطائرات المسيرة التي أطلقها حزب الله هل كانت تحلق على علوم منخفض أو ماذا حتى الآن التفاصيل ليست واضحة لكن هذه الفجوة بالغة الأهمية حديث حزب الله اللبناني عن إطلاق سرب من الطائرات المسيرة باتجاه مصنع للصناعات الأمنية بينما الجيش الإسرائيلي يتحدث عن رصد طائرة مسيرة واحدة انقطع الاتصال معها أصلا بعد فترة زمنية معينة بعد قطعها مسافة معينة انقطع الاتصال مع هذه الطائرة المسيرة التي وصلت إلى منشأة أمنية إلى مصنع باز للصناعات العسكرية للصناعات الأمنية هذا المصنع ينتج قطع غيار لسلاح الجو الإسرائيلي وللطائرات أيضا المدنية والتجارية بطبيعة الحال لكن من غير الواضح حتى الآن أي طائرات تنتج لها قطع غيار هل طائرات مسيرة هل طائرات مقاتلة عادية أو غير ذلك من الأمور علما وهنا خلفية عامة أن الصناعات الأمنية الإسرائيلية هي متقدمة هي متطورة سريعة تزود جيوشا كبيرة في العالم بقطع غيار وقطع بديلة تزود الجيش الإسرائيلي نفسه بقطع عسكرية الولايات المتحدة تمول عردا كبير جدا من القطعات الأمنية في الصناعات الأمنية الإسرائيلية منها القبة الحريرية على سبيل المثال حتى الآن حجم الضرر ليس واضحا لكن من اللافت من اللافت جدا بغض النظر إن كان هناك رابط بين الأمرين أو لا لكن من اللافت أن يأتي هذا الاستهداف اليوم صباح هذا اليوم بعد إعلان الجيش الإسرائيلي أنه استهرف الصناعات الأمنية الإيرانية بالأمس في هجومها على إيران هذه نقطة لافتة وسائل الإعلام الإسرائيلية تربط بين ما حدث بالأمس في طهران وتربط بين ما حدث اليوم على الجبهة اللبنانية في منطقة عكا حتى الآن لم نسمع رابطا مباشرا من قبل حزب الله اللبناني بهذا الأمر لكن هذا الأمر الثاني الذي يفاجئ الإسرائيليين ويصار إلى ربطه إسرائيليا بما يحدث في إيران الأمر السابق هو تهديد وسائل إعلام إسرائيلية باغتيال المرشد الإيراني ثم بعد ذلك بفترة وجيزة انفجرت طائرة مسيرة في منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيمين نتنياهو في مدينة كساريا إسرائيل تحب أن تربط هذه الأمور ببعضها البعض حتى الآن من غير الواضح إن كانت هناك نسبة صلة أو هناك صلة بنسبة مئة بالمئة بين هذه الحوادث أو لا لكن اللافت أن استهداف هذا المصنع الأمني اليوم للصناعات الأمنية يأتي بعد ساعات بعد أقل أو بعد نحو 24 ساعة من إعلان إسرائيل عن استهداف مصانع أمنية حساسة من استهداف الصناعات الأمنية الإيرانية داخل الأراضي الإيرانية نتيجة لهجوم جو إسرائيلي غير مسبوك داخل إيران هذا ما يجري الحديث عنه في إسرائيل وما يجري تحليله بالإضافة طبعا إلى النقاش التقني المتعلق بفشل الرادارات الإسرائيلية في رصد الطائرة وفشل الدفاعات الجوية الإسرائيلية في اعتراضها